موسيقى 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 بهذا الأب سببين ونتيجة أن يعجب بك هو أول سبب كشخص ثم أن يحبك بعد الإعجاب سبب ثاني فإذا أعجب بك وأحبك قلدك بسهولة انبهر بشخصيتك وصار يقلدك بسهولة لذلك الصحابة رضوان الله عليهم أعجبوا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام بشكله بسمته بأخلاقه فلما أعجب به أحبه فلما أحبه وقلدوه بكل يسر وسهولة ما يحتاج إلى التكلف ولا إلى التصنع ولكن صاروا يقلدونه حتى في مشيته كان الرجل يصل إلى شجرة فيطاطئ رأسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أطول منك أنت قصير ما تلعقك شجرة ورأيت رسول الله فعل ذلك في ذلك المكان فما وصلوا إلى هذا إلا بالإعجاب لذلك رسالة إلى الأب والأمهات لسمعونا إذا حبيت ليدك قلدك في صلاحك في صلاتك في قيامك في صيامك في أخلاقك فاحرص أولا أن تكون مصدر إعجاب لهم كيف أشكون مصدر إعجاب نعطيها لك بتقنية وبمهارة استدعي الطفل الصغير الذي بداخلك وخرج هذا الطفل الصغير ونزل وعيش مع وليدك كأنك طفل بمثل عمره وهنادي يسهل عليه القدوة أنت وش أربحت أربحت أنك أعطيت حق الطفل الصغير لو عيش لداخلك لأن الطفل الصغير الذي يعيش بداخلنا لم يموت وما زال في داخلنا وما زال يقول لك يا نلعب ينديلك مشاكل نفسية وشعاره في الحياة كما سمعته هذا المثل الشعبي يعبر على هذا الحادث أو هذا القصة الفكرة هذه يقول في المثل الشعبي هذا قال لك إذا أحبط لك المورال إذا أحبط لك المورال حبط النيفو يطلع لك المورال وحبط النيفو وش معناه استدعي الطفل الصغير الذي بيداخلك وعطيه فرصة يلعب يعاود تطلع معنوياتك وترتفع فأنزل إلى مستوى ابنك كأنك طفل بمثل عمره تحدث بلغته أنزل كما كان نبي صمي يسأل يا عمير ماذا فعلنه غير انزل إلى هذا المستوى وتكلم معاه هذا الإعجاب الذي يكون فإذا كان الإعجاب سهل عليه الحب وبالتالي يكون أسهل لإقتداء والله أعلم ترجمة نانسي قنقر